بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد القلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله سنكون مع بعض في مقرر الإحصاء التطبيقي المقرر على طلاب كلية الأعمال جامعة الملك خالد شارك في تطوير هذا المنهج دكتور تامر حسن من كلية تجارة جامعة الأزهر من جمهورية مصر العربية ومعكم دكتور أحمد صدقي قسم الإحصاء التطبيقي كلية التجارة جامعة الأسكندرية من جمهورية مصر العربية نستعرض مع بعض إن شاء الله خلال هذا الدرس محتويات مقرر الإحصاء التطبيقي الوحدة الأولى وستتحدث عن الاحتمالات الهدف من هذه الوحدة ليس دراسة الاحتمالات التي سبق دراساتها في مبادئ الإحصاء وإنما تسكير أبنائنا الطلاب بما يساعدهم على دراسة باقي وحدات مقرر الإحصاء التطبيقي الوحدة الثانية ستتحدث عن المتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية وحنفرأ هنا في هذه الوحدة بين المتغيرات العشوائية المنفصلة والمتغيرات العشوائية المتصلة الوحدة الثالثة وتتحدث عن توزيعات المعاينة للمتوسط والفرق بين متوسطين وكذلك النسبة والفرق بين نسبتين الوحدة الرابعة سنتحدث فيها عن توزيع المعاينة للتباين وتوزيعي f ومربع k وهما من التوزيعات التي تقع ناحية اليمين لها فرع واحد زي ما هنشوف مع بعض حينما نصل إلى الوحدة الرابعة الوحدة الخامسة والسادسة وهما فرعين مهمين جدا جدا في مقرر الإحصاء التطبيقي يستخدم في الاستدلال الإحصائي الوحدة الخامسة تتحدث عن التقدير وفترات الثقة لبعض معالم المجتمع المجهولة اللي حيكون غير معروف قيمتها وبنحتاج إلى تقدير هذه القيمة سواء كان هذا التقدير بنقطة أو بفترة ثقة الوحدة السادسة اختبارات الفروض الإحصائية وهي الفرع الثاني زي ما قلنا كده الاستدلال الإحصائي وهي تختبر فرد معين بيدعي أحد الأشخاص أو الأفراد وبنختبر هل يطر نقبل أو نرفض هذا للدعاء أو نختبر صحته أو عدم صحته الوحدة السابعة في هذا المقرر والأخير وتتحدث عن الإحصاء والاختبارات اللامعلمية حينما لا تتوفر شروط الإحصاء أو الاختبارات المعلمية ترجمة نانسي قنقر